في حلقة النهاردة هجاوب عن سؤال مهم ليه انا شايف ان مين ان بلاك 3 هو افضل فيم في سلسلة مين ان بلاك كلها وده من الاسئلة اللي عمري محد سألها لي الصراحة بس انا عاوز اتكلم عن الموضوع برحتشي على فكرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فيلم جامد والنهاردة حلقة خاصة في حب مين ان بلاك 3 والاسباب اللي بتخليه من الافلام المفضلة عندي اللي ممكن الغي حاجات وراي عشان اتفرج عليها بس اولا هو ايه اللي فكرني بمين ان بلاك من الاساس افتكرتو لما جيت ابص على كاتالوج الافلام الاجنبية على جاوي تيفي والصراحة كان عندي شوية وقت فكنت بدور على سلسلة اضربها ورا بعض وجاوي تيفي عندهم على الخدمة عدد من اجمد وافضل السلاسل في التاريخ لوردوف دي رينجز و بارتسوف دي كارابيان و دي جاد فادر و ميشن امبوسبل و بلانتوف دي ايبس وحاجات تانية كتير وده بالاضافة للحاجات الحديثة اللي بتنزل باستمرار سواء افلام او مسلسلات وفي موضوع المسلسلات ده انا اخيرا بدأت مشاهدة مسلسل يور اونر على الخدمة واكيد حيكون له مراجعة على القناة اول ما يخلص والموسم السادس من فيكينجز اصبح متاح كذلك للي بيحب المسلسل مسلسل الصياد كمان بقى متاح و ده مش هزار على فكرة في مسلسلات وافلام مصرية كتير قديمة وحديثة متاحة على جاوي تيفي وما حدش يقول لي راجع الصياد رخر انا اللي بفكر الناس وبجيب الكلام لنفسي المهم فيه كمان ميزة حلوة بتسهل تجربة المشاهدة عاوز اقول لكم عليها اسمها الداونلود فيوين اللي من خلالها تقدروا تنزلوا الفيلم او الحلقة اللي انتوا عاوزينها وتشغلوها في وقت تاني من غير انترنت يعني عشان ما تشلوش هم الباقة نزلوا اللي انتوا عاوزينه من الواي فاي وشوفوه وقت ما تحبه وبعد العروض الجامدة اللي كانت موجودة لللحق اشترك في شهر ديسمبر لسه برضو في عروض جامدة متاحة دلوقتي للاشتراك يعني في مصر مثلا العرض لسه شغال وممكن تشترك من اي شبكة موبايلات بخمسة جنيه للشهر وكمان لو انت عميل اورنج فأول شهر مجانا فما تفوتوش الفرصة واشتركو دلوقتي من اللينك لفي الديسكريبشن دلوقتي نسبيا يعني اللي هو بعد الحلقة كنت بس حبقى مبسوط اكتر من جوي تيفي لو كان فيه تطبيقات للتلفزيونات الذكية واللي عرفته انه هيكون موجود قريب ومتاح في مصر كمان والحد ما ده يحصل فتجربة السمارت فيو من تلفوني للتلفزيون شغالة كويس وممشية الحال وحتخليني اقولكم ليه الجزء الثالث هو افضل فيلم في سلسلة من ان بلاك دلوقتي حالا وفي سبع نقط محددة عاوز قبل مبدأهم اديكم تحذير بالحرق لان عدد من النقط السبعة فيها تفاصيل من داخل احداث الفيلم فاللي ما شافش الجزء الثالث من سلسلة من ان بلاك افضل يقفل الحلقة دي دلوقتي ويبقى يرجع لها لما يشوفه وسواء كملتم الحلقة او سبتوها فما فيش اي مانع من ان احنا ندوس لايك نشترك في القناة لو ما كناش مشتركين كده يعني السبب الاول اللي بيخليني احب الفيلم ده بشكل استثنائي هو تخطيه لتحدي التوقعات المنخفضة لان التاريخ علمنا ان الجزء الثالث من اي سلسلة عادة بيكون محاولة للحلب فما بالك لما الجزء الثالث ده ييجي بعد مرور عشر سنين على الجزء الثاني وبييجي عشان يقدم قصة ملهاش اي تمهيد الجزء الثالث من مينم بلاك يا جماعة كله على بعضه كان فكرة في مخ ويل سميت قالها لمخرج الفيلم باري سوننفيلد اثناء تصوير الجزء الثاني واللي كان مليان مشاكل خلال تصويره وساب شوية خلافات ما بين المخرج وما بين باقي اعضاء فريق العمل بالاضافة كمان لان مرضود والنقدي ما كانش كويس وعلى فكرة هو فعلا فيلم مش كويس نضيف لده كمان ان عملية انتاج الجزء الثالث ما كانتش ثالثة سيناريو الفيلم اتكتب وتعاد اكتر من مرة والتصوير نفسه بدأ من غير ما السيناريو يكون مكتمل ميزانية الانتاج تخطط كل الحدود اللي كانت مرسومة وتوقعات شباك التذاكر كانت مرتعدة من الخوف انه يحقق خسائر والصراحة بعد مرور 8 سنين على اصدار الفيلم عاوز اقول ان التوقعات المنخفضة دي كلها كان ليها اثر ان الفيلم ده بشكل محدد ملوش علامة في ذهن المشاهدين او بالمعنى الدارج اللي احنا بنستخدمه دلوقتي على الاقل من منظوري الشخصي هو فيلم اندر ريتد ولكنه في النهاية مشهود له بالتفوق على الاقل على الجزء الثاني وتجاريا ما حققش خسائر ولا حاجة بل يعتبر من الافلام اللي حققت ربح معقول وحققت ربح ناضج كمان يعني اداءه في شباك التذاكر تحسن لما الناس شافته وبدأت تتكلم عنه وان كنت شايف ان اداءه النقدي ظالم وانه يستحق افضل من كده على الرغم من عملية كتابة السيناريو المتخبطة فقصة الفيلم طلعت متماسكة جدا وده على الرغم من انها كانت معقدة بشكل كبير واقدمت على حيلة تعتبر معتادة ولكن ليها تحدياتها لان العميل جاي في الفيلم ده بيسافر للماضي في مطاردة لاحد الاشرار وطبعا انتوا بقيتوا اساتدة في موضوع السفر في الزمن ده وعارفين التعائدات اللي ليها دعوة بالبرادوكس والكونتينيوم والكلام ده كله واللي معتقدش ان من ان بلاك 3 ساب فيها اي اسئلة مش متجوبة بل وانه قفل الحدوتة كلها بتاعة الثلاثية بشكل جميل جدا وده شيء محترم جدا مع الوضع في الاعتبار ان الجزء التالت ده زي ما قلنا ما كانش متخطط له وفكرة السفر في الزمن اعادت في الفيلم ده عنصر مهم جدا كان موجود في الجزء الاول وكان مفقود في الجزء التاني ثلاثية افلام من ان بلاك يمكن تصنفها بسهولة جدا على انها افلام كوميدية فيها خط كوميدي رئيسي وعدد كبير من الخطوط الفرعية في الجزء الاول خط الكوميديا الرئيسي كان غربة العميل جاي عن العالم اللي هو داخله كان هو عنا اللي مستغربة من كل حاجة واللي مندهشة من كل حاجة بتشوفها وطبعا قدرات ويل سميت الكوميدية والكارزما بتاعته كانت مهمة جدا في انها تصدر ضحك للمشاهد من كل تجربة غريبة بيختبرها في الجزء التاني العنصر ده كان خافت بشكل كبير وده ادى لتركيز اكبر على الخطوط الفرعية في تصدير الكوميديا وفي تقدير الشخصي على الاقل ده ما كانش ناجح في الجزء التالت العميل جاي بيرجع مرة اخرى غريب اه مش غريب على عالم الاسرار والمخلوقات الفضائية ولكن غريب على الزمن اللي هو موجود فيه يمكن يعرف اكتر من العميل كي عن التحدي اللي هما مقبلين عليه ولكنه يعرف اقلب كتير في مفردات الزمن اللي هما موجودين فيه وده نتج عنه كوميديا متبادلة في احيان كتير كان بطالها جاي وفي احيان اخرى كان بطالها كي وده يقضنا للنقطة الرابعة ثنائية ويل سميت وتومي لي جونز كانت نجحة جدا في الجزء الاول وما كانتش من اسباب المشاكل في الجزء التاني وكانت وما زالت تحتمل تقديم افلام اخرى بس لو عاوز تنعش الامور حقيقي لازم تقدم عناصر جديدة والعنصر الجديد المرة دي جيه على حساب تومي لي جونز شخصيا بان زمنه على الشاشة تقلص بشكل كبير جدا لصالح جوش برولن وجوش برولن في الفترة دي كان عامل زي محمود حميدة بالنسبة لنا في التسعينات كده بيعمل في السنة 3-4-5 افلام عادي خالص ممثل ديناميكي ومتمكن ما كانش عسير عليه انه ينجح في اختبار حتى لو كان بالصعوبة دي بصعوبة انه يملى مكان تومي لي جونز ويقدم المفتاح لحل لغز شخصية العميل كي يقدم نسخة الماضي منه وهي على النقيد في اغلب طباعه ينجح بشكل كبير جدا في التحديات الكوميدية ويتحكم بشكل شبه منفرد في اتقل التحديات الدرامية نسخة جوش برولن من العميل كي ما كانتش الشخصية الوحيدة الجميلة اللي تقدمت في الجزء التالت عندنا شخصية جريفن الرائعة والاداء الرائع من مايكل ستولبارغ وعندنا ظهور كوميدي مبهر من بيل هيدر في شخصية اندي وارهول وطبعا كان عندنا بوريس دي انامل من اهم عوامل تمييز من بلاك 3 في رأيه الشخصي هو الشرير بتاعه بوريس دي انامل بتكسيد جيمين كلمانت وجيمين كلمانت ده على فكرة يا جماعة ممثل جامد جدا وعنده نغامات كوميدية فريدة قوي استخدمها جوه الفيلم عشان يقدم ضحك فعال جدا بشكل غير مباشر ومن خلال لحظات كان المقصود فيها هو التعبير عن الشر واصلا طبيعة الشخصية كاش الرير على مستوى التصميم والتقديم كانت متميزة عنده نقاط قوة استثنائية جدا وعنده نقاط ضعف واضحة من البداية وخدعة الصفر في الزمن قدمت لنا منه نسختين ودي من الالعاب الدرامية الجميلة جدا اللي تقدمت لأول مرة في Back to the Future 2 لو تفتكره وهنا الفيلم ما كانش بيخجل في انه يتشابه معاها ببساطة لانه كان معاه ممثل جيد جدا رفع من شأن جانب الشر في السلسلة بعدما كانت ضهور وتهزأ جامد في الجزء الثاني تشكلتنا وتركبتنا وشخصياتنا وأحداثنا وصلونا لمواجهة واحدة في النهاية مواجهة متعددة الأطراف وبيحوم حواليها سؤال مهم وهو التأكد من ان في حاجة حصلت في المواجهة دي تسببت في تحول كبير في طبع شخصية العميل K وده خلق حالة كبيرة جدا من الترقب أثناء المشاهدة والفيلم تلاعب باهتمام المشاهد بحرفية كبيرة في النقطة دي انه كل شوية يحسسك ان اللحظة دي هتحصل دلوقتي وبعدين يرقصك ويمشي في سكة تانية لغاية لما قدمها لنا في النهاية بأكتر طريقة مؤثرة ممكنة وده مع الوضع في الاعتبار ان عنصر الاكشن في المواجهة دي اصلا كان متميز وتوظيف العناصر المميزة لسلسلة منين بلاك كلها كان حاضر وهو تقديم تفسير موازي هزلي خيالي لاحداث حقيقية حصلت في التاريخ نقاط القوة للطرفين كانت حاضرة نقاط الضعف للطرفين كانت حاضرة والختام يستحق انه يكون نقطة لوحده احنا تفرجنا على الجزء الاول والتاني من منين بلاك يا جماعة واحنا ما نعرفش ان في حاجة المفروض تكون محيرانة في علاقة العميل جي والعميل كي على الاقل على مستوى تاريخهم يعني وده على حد علمي كان حقيقي فعلا لان زي ما قلنا الجزء التالت ده ما كانش مخطط ليه بس في النهاية التحول بتاع العميل كي بيحصل ورغم ان احنا متوقعين التحول ده لكن ما نقدرش نسميه باي حاجة غير انه التواقى صائعة انا على الاقل لما شفت الفيلم ده الاول مرة ورغم ان ذهني كان حاضر بشكل كبير لكن ما توقعتش اللي حصل واللي بيخلي المشاهد يرجع يفكر في احداث الجزء الاول على الاقل بشكل مختلف الاختيار ده كان وراء سر الاهتمام ده كان وراء سر والسر ده كان مؤثر جدا على المستوى الدرامي ودي اللحظة اللي الفيلم بيختار فيها يرجع تومي لي جونز للصورة ويختم ثلاثيته بالشكل الامثل وقبل ما تنزل كلمة النهاية لازم نرجع مرة تانية ونخلص للقيم بتاعتنا وهي العبثية الهزلية بتاعة الكون اللي احنا عايشين فيه من وجهة نظر السلسلة وفي انتصار للعدالة الشاعرية بطل اللحظة دي بيكون جريفن في الحلقة دي حاولت مبلغش يا جماعة وحمل الفيلم ده ما لا يحتمل من ان بلاك ثري لا فيلم فني معقد ولا عنده اكتر من اللي ظاهر على السطح هو مجرد فيلم تجاري بينتامي لعالم الخيال العلمي وعلامات الحل بحضرة فيه بكل تأكيد بس انا بحبه وكان عندي حاجات اقولها عنه قلت منها حاجات كتير ولسه في حاجات تانية كتير مفيش مساحة ان انا اقولها في النهاية هي مجرد تجارب شخصية ممكن يكون لها عند الانسان معنى اكبر من باقي الناس ويمكن التعبير عنها يكون ممتع لبعض الناس ولو عندكم تجارب زي دي ياريت تقولولنا عليها في الكومنز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا وشاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعونا علي فيسبوك وتويتر ونيمو وبوديو وبي باي